السلام عليكم مع الجزء الثاني من قصة السماء لا تمتل ذهبا قلنا في الجزء الأول أن يوسف وأصحابه تزعموا الصباق لكن هذا لم يستمر طويلا فبعد دقائق قلت سرعتهم وسبقهم الآخرون لقد تخطاهم الآخرون كما أنهم تاهوا عن بعضهم بسبب الكم الهائل من المتصابقين قال ليوسف نفسه سوف أتسلل من الصباق عند هذه الشجرة الكبيرة فأنا لا أستطيع أن أكمل الصباق أنا متأكد أن أصدقائي سوف يربحون هذا الصباق وصل يوسف بصعوبة إلى الشجرة وهناك وجد أصدقائه كانوا مختبئين من أعين الناس عندما رأاهم يوسف قال لهم ماذا تفعلون هنا قالوا ننتظرك وسقطوا جميعا على الأرض من شدة الإعياء في اليوم التالي كان الأصدقاء في حزن شديد وقابلوا مدرسهم وقالوا له كيف لم نفذ عليه في السباق رغم أن هدفنا كان نبيل فقال لهم المدرس كان عليكم أن تتوكلوا على الله بالاستعداد الجيد ما فعلتموه كان تواكلا وليس تواكلا فقال يوسف ولكن كيف نساعد رجل الفقير الآن قال لهم المدرس ما زال هناك مصابقة في المعلومات العامة هذه المصابقة بعد شهر ويمكنكم أن تربحوا هذه المصابقة إذا اجتهدتم قال يوسف هل هذه المصابقة صعبة فقال لهم المدرس يجب أن تبذلوا الجهد فالسماء لا تمتروا ذهبا قال الأصدقاء سوف نبذل أقصى ما عندنا أخذ الأولاد يزاكرون باكتهاد بعد ساعات الدراسة طوال أسبوعين قرر الأولاد أن يقضوا ليلة المسابقة في بيت يوسف وغلبهم النوم في يوم المسابقة كان الأولاد خائفون جدا وخصوصا يوسف قال المدرس هذا طبيعي ولكن لا تقلق يا يوسف أكثر من اللازم وافعل أفضل ما لديك وافتدأت المسابقة وكان هذا السؤال للمجموعة ألف ما هي عاصمة روسيا فأجاب المتسابق إنها موسكو إجابة صحيحة السؤال المجموعة به ما هي عاصمة بولندا فأجاب يوسف وأصحابه إنها وارسو إجابة صحيحة كما جاء السؤال الأخير وقال النظر أمام كل فريق زر ومن يضغط عليه أولا ويجيب إجابة صحيحة فسوف يربح المسابقة تحمس الأولاد كثيرا لذلك وكان السؤال كالآتي متى انتهت الحرب العالمية الأولى كانت المجموعة الأولى أسرع من مجموعة يوسف وضعته على الزر أولا يا الله فزع يوسف وأصدقائه وحزنوا لذلك أجاب الفريق الأول الإجابة هي 1917 ميلاديا فقال الناظر الإجابة خطأ أسرع فريق يوسف وقال 1918 قال الناظر الإجابة صحيحة قفز يوسف وقال الناظر لأن طلق الأولاد جائزة مالية لحصولهم على المركز الأول أخيرا استطاع الأولاد مساعدة الرجل الفقير ببناء كشك له كان رجل الفقير في غاية الامتنان وقال لهم شكرا لكم فقال له يوسف ما الاسم الذي ستطلقه على الكشك دحق الأولاد وقالوا سوف نسميه نحن السماء لا تنتر ذهبا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر